يمكن ناس كتيرة ما بتحبش تروح للدكتور النفسي خليني يقولك ببساطة قالك هيديني أدوية ما هو هيديني أدوية أو هيديني بنتي ده بنتي صغيرة هتبتدي تاخد أدوية مضادات اكتئاب أو أدوية تخليها كده مش يعني مش كويسة لأ أنا مش عايزة بنتي أو ابني وانا هنا بتكلم على فئة العمرية دي قبل الفئة العمرية يعني هنا عشان هذا المثال هنا بقى الأدوية هل لازم مريض الاكتئاب ياخد أدوية وهل الأدوية دي ممكن يبطلها ولا الأدوية دي دائمة وتصبح إدمان تمام حيث لمستي نقطة مهمة جدا هي ما نطلق عليه الوصمة السمعة السيئة للمرض النفسي وللعلاج النفسي لا هو ما بقى شي سمعة سيئة بتاقي الناس كلها وخلاص بيت بيتروح الدكتور النفسين مش للدرجة دي برضو لازال هناك انطباع كده صورة ذهنية سيئة إن المرض النفسي ده وكأنه جنون أو كأني شخص ضعيف أو إن أنا إيماني قل الأفقار السلبية دي بتأخر جدا اللجوء للمرض للطبيب النفسي أو ده المتخصص عمتا السن الصغيرة هل كل مريض اكتئاب محتاج دواء؟ لا زي مرض ضغط الدم هل كل واحد ضغط وعلي بياخد دواء ضغط؟ لا على حسب درجة ارتفاع الضغط الدم أو درجة الاكتئاب لو الاكتئاب بسيط إلى متوسط ممكن بتغيير أسلوب الحياة وطريقة التفكير نتغلب على الاكتئاب زي اللي ضغطه يا دوبك مرتفع قليل بنقلل الملح وبدلعب رياضة لكن لو اشتدت حدة المرض هنا يجب التدخل الدوائي هل التدخل الدوائي له أضرار؟ الحقيقة لا وبالعكس ده عامل زي كورس الانتيبيوتك بناخد دواء الاكتئاب لفترة محددة هي عبرها عن ست شهور بالزبط ثم بيقف بعد تلك تماما لكني جالي التهاف اللوس وخدت له مضطحة ويراه هل له بعض الأعراض الجانبية؟ أكيد أي دواء في الدنيا له أعراض جانبية هل الأعراض الجانبية دي إدمان أو إنها بتهبط خلايا المخ؟ بالعكس ده أدوية الاكتئاب دي منشطة لخلايا المخ إن المكتئب هو فاقد للطاقة النفسية بتاعته فإحنا بحتاجين بالعكس ريت شارج البرين سيلز فده مش حقيقي يعني ست شهور وبعد كده يكون تعالج ولا؟ وبعد كده راحت نوبة الاكتئاب دي نوبات يعني بتقولي إن الكتاب ده نوبات؟ بيليجي في نوبات بعض الناس زي ما بيجينا لتأبل واس ممكن لا يا فندموه عشان أفرق بين لا يا فندموه بين الإحباط والحزد اللي كان هاي بتكلمي عليه وبين مرض الاكتئاب هناك تفرقة ملما من ده إحنا طول النهار نسحة الصبح أنا مكتئب النهار ده أنا مخنوق النهار ده أنا زعلان النهار ده الجسم بيوجعني ومديها ولكني لا أعيني من مرض الاكتئاب مرض الاكتئاب ده متلازمة من الأعراض بإذن الله محدش يجيله طبعا لا بس نقولها برضو عشان الناس تاخد بالها تاني يا دكتور متلازمة من الأعراض يعني مدموعة من الأعراض مؤلمة لدرجة إن الإنسان لا يستطيع العمل لا يستطيع التفكير لا يستطيع اتخذ القرارات اللي جاله اكتئاب لو حيك قعدتي معاه لا يوصف لك حاجة تانية خالص غير المشاعر العادية بتاعت إن أنا أين مخنوق ومش طيق اللي حوالي وروحي في مناخيري حاجة تانية خالص أهم ما يميزها فقدان الطاقة العقلية مش قادر أعمل حاجة لو أنا وحيك قعدين كده أنا مش قادر أطلع الكلام من بقي مش قادر أستوعب حقف هنا وحرجع حقف داليا بس لكن لازم أسأل حديثك على إمتى بيوصل للحظة اللا عودة وهي دي الخطر إمتى بيوصل لحظة اللا اللي خلاص صفرية الحياة والعدم سواء حين يشتد الاكتئاب ولا الخلل الكيميائي اللي في الخلايا العصبية يصل لدرجة إن الفص الأمامي للمخ أصبح لا يعمل هنا هي دي اللحظة اللي بيخضوا فيها الشخص على الانتحار أنا مش عارف وصلت ببساطة أو لا مش فهمة حاجة يعني بالنسبة بمعنى أصلا يعني أنا كأم أو كأخت أو كصديقة يعني صديقة البنت زي أكيد ما كانتش حاسة إنه صاحبتها عندها هذا الكتاب ووصلة لهذا الكتاب اللي خليها تنط بتنط نعرف منين إيه العلامات اللي ممكن نشوفها اللي تقول الإنسان اللي قدامي ده ربما يقدم على الانتحار رقم واحد بطل يتكلم معي رقم اتنين ساعات في وسط كلاوي يقول لك ده الموت أفضل من الحياة رقم ثلاثة ألاقيه ابتدى يبقى أفكاره كلها سوداء الحياة زفت فكرة الناس اللي بتقول يا رب أموت دي كتير قوي يعني طول النهار عا بس وهم بيقول يا رب أموت مش ما باكلش وما باشربش وما بنامش وما بتحركش وما بتقلم طول النهار عشان كي يقول لها حيك يا مجموعة من الأعراض مع بعض لكن لما الأعراض دي تصل إلى إن أصبح الشخص القدامي شايف الحياة سودة وشايف نفسه أسود وشايف المستقبل مظلم دي اللحظة اللي فعلا لازم أكون عارف إن ربما ينتحر بس من رحمة ربنا عشان أكون أمين يعني التدخل في هذه اللحظة يحمي حياته ويمنع الانتحر تماما